مجلس الشورى في الأرجع حيصدق عليه لأنهم الاثنين بتهيمن عليهم نفس الجهة وبعدين هذا المجلس احنا عارفين انه 7% فقط من المصريين هم اللي شاركوا في انتخابه وانه بالاصل اللي لم تكن له سلطة التشريع ففجأة في سياق يعني ضمن اللخبطة العامة اللي فيها مصر وحيلت اليه سلطة هائلة لم تكن من بين سلطاته عندما انتخب هؤلاء عشان يعودوا على هذه المقاعد في كل الاحوال احنا قبل ما نقابل بعثة صندوق النقد كان عندنا يعني موقف واضح من ان اولا نحن لن نناقش معاها الشأن السياسي لان قضيت ان احنا متفقين مع الدكتور مرسي او الحكومة او مختلفين هذا شأن مصري ندر الخلاف والاتفاق فيه وليست هذه من مهام السندوق وحنا اوضحنا في الاجتماع هذا المعنى باعتبار انهم جايين يناقشوا مسألة اقتصادية صحيح المسألة دي لا اساس سياسي واجتماعي وتأثير عليها لكن كنا واضحين في ان احنا لا مفيش على ترابيزة هذه الجلسة حوار حوالي الشأن السياسي او الاتفاق او الخلاف المصري ببساطة احنا قلنا لهم احنا رفضين من حيث المبدأ قرد السندوق لان احنا درسين تاريخ سندوق النقد الدولي مع شعوب العالم وانتوا دايما تتكلموا انكم بتدعموا شعوب وبنكتشف انكم بتدعموا انظمة الشعوب ما بتستفيدش من قردكم قد ما الانظمة بتستفيد منها وقاعدين عندكم لتريتشار ادبيات متعددة عن مكافحة الفقر وكل مشاريعكم في مصر على الاقل كما شفناها وتجارب كتير في العالم القرود بتاعتكم كانت بتزود الفقر وبتزود العب على الفقرة بدل ما بتقلل من الفقر او تحد منه زي ما بتتكلموا فزي انتوا جايين تناقشونا وبغض النظر عن اي ناقد للتاريخ السندوق لكن في هذه اللحظة احنا جزء من شعب مصري عنده ازمة اقتصادية طاحنة عارفين ان احنا ماشيين في سكة كارثة اقتصادية عاوزين نتلافاها رأينا ان اذا انتوا التزمتوا بحكتين اساسيتين يمكن ان نغير موقفنا اللي هو الرفض ويبقى عندنا قبول ايه الحكتين الحكتين اولا في الشروط قلنا لهم ما تحطوش اي شرط على الحكومة المصرية يتعب الفقرة في مصر اكتر ما ام تعبني نرفض اي شروط يمكن ان تحمل الطبقات الشعبية من عمال وفلاحين وحرفيين والطبقة الوسطى اي اعباء جديدة من نوع رفع الدعم سنرفض اي قرد يشترك هذا ليس برنامج الحكومة انا طبعا ده برنامج وده برنامج الصندوق الحقيقي وهما ده برنامج مشترك بس الحكومة بتقدمه هما بيقولهم انتوا حتى اخفضوا العجز الزاي فالحكومة بتيجي تقولك هعمل كذا وكذا احنا كان عندنا يعني قلنا لهم كلام اكثر فائدة من ذلك هل ندولهم بدائل يا عزاني؟ طبعا بالتأكيد لكن احنا قلنا بوضوح سنرفض القرد حال تحميل الفقراء اي اعباء جديدة في ارتفاع الاسعار او هيرو طبعا احنا عارفين ان الصندوق جزء من سياساته المستديمة غير رفع الدعم تحرير العملة انا عوزين الجنيه يتحرر بحيث امته في مواجهة الدولار او العمرات الاجنبية تحددها قوته في السوق تحرير الجنيه معناه ان الفقير اللي بيقبض اي مبلغ بالفلوس هتنخفض القدرة الشرائية بتاعته وهما كمان احنا جزء من برنامجنا الرئيسي ان احنا بنطالب رفع الحد الادنى لاجور والنزول بالسقف اللي هو الحد الاقصى لاجور صندوق النقد ما بيحبش ان اي حكومة تصرف حاجة في الاجور رغم ان اقتراحنا ده الاجمال بتاعه انه هيدي المرتبات الاقل يرفعها والاعلة يخفضها يعني مش هيكلف الحكومة كتير او الموازنة العامة لكن احنا اشترطنا ان لا يكون هناك اي تحميل للفقراء او اي رفع دعم عن الفقراء ده المعيار الاول المعيار التاني لاستخدامات القرد ده ما هنجيبه هنستخدمه في ايه وكان رأينا واضح ان احنا طلبنا منهم ان لا يفرض صندوق النقد في حال انه وافق على اعطاء القرد لا يفرض على الحكومة المصرية اي شروط في الاستخدام يترك للحكومة المصرية حرية توظيف هذا المبلغ بالطريقة اللي اتحقق الصالح الوطني مش بالطريقة اللي شايفها السندوق هم قالوا لك ايه لانه طبعا حقيقة عارف انه هناك برنامج وانه الحكومة علنت انها في 1-7-8 تستخدم البطاقات الالكترونية ويترفع سعر البنزين لانها عايزة تخفض فطورة دعم المشتقات النفطية فدي حاجات قردي اعلنت يعني هم قالوا لك ايه الحقيقة قادر اقولك انهم ما قالوش اي حاجة مفيدة او واضحة ما قالوش اي حاجة مفيدة او واضحة ليه بقى لانهم ما قالوش ايه كلام محدد هم عاوزين ايه بالزبط هم الحقيقة سمعونا بتفاهم وباحترام وهم كاشخاص يعني حتى بدأ عليهم الاعجاب بان احنا بترحين وجهة نظر متماسكة وطرحنا بدائل كمان لسد العجز اللي موجود في الموازنة بارادة وطنية احنا مسمعناش منهم حاجة وسمعناش من حكومتنا حاجة خلي بالك يعني القرود دي المفروض احد شروطها الشفافية عشان المجتمع ده يقول انا معه ضد القرد لازم يعرف طيب انا بالنسبة لي كمصري كل رأس مال يجي يستثمر في بلد اهلا وسال لكن لكن الرأس مال ده هيفقر الفقير اكتر ويزود الاسعار عليه ويخلي حياته اكثر بؤسا مما يعني اجيب القرد ليه اجيبه عشان ينفعني ولا يدرني الحكومة بتقول انه وده معظم يعني العالم الدولي بيقول كده انه قرد الصندوق ده شهادة في النهاية تفتح الابواب امام قروض اخرى او امام يعني مساعدات اخرى من اوروبا ومن كذا منفذ اخر الكلام ده صحيح من 12 ل 15 مليار كويس اوه الكلام ده صحيح وده شهادة لتحسين تصنفنا الاقتماني ويفتح الباب لمزيد من الاستثمارات لكن فيه سؤال اهم وده برضو كان واضح في وجهة نظارنا مفيش فايدة ان احنا نستلف واحنا ما عندناش اصلا مشروع وطني للتنمية اذا ما كانتش مصر تمتلك رؤية جدة وسياسات عشان هي تبني نفسها اقتصاديا وفي اقتار الرؤية والخطة دي اللي احنا بعزمنا ومواردنا وعقولنا وسواعدنا دي بقى واسقين احنا هننفذها يعني خط التنمية المعتمدة على الوطن وامكانياته هجيبكو رودة عمل بقى ايه اما امتلك ازيل خطة ويجي القرد غير مشروط ووظفه مكان ما اريد يبقى انا بكتسب يعني اضافة لمشروع الوطن في التنمية لكن احنا شايفين الدكتور محمد مرسي وحكمته لا عندهم لا رؤية ولا برنامج ولا خطط ولا واغدين اجراءات يمكن لاي حد في مصر انه يشوفها او يناقشها سواء اقتنع بيها او رفضها احيلك الى قروض اخرى يعني بعيدا عن قرد صندوق النقد مصر اخدت قروض بقالها فترة بتاخد قروض لكن مؤخرا اخدت خمسة مليار دولار تلاتة من قطر سندات لسه بنعرف تفاصيلها دكتور اشرف العربي مبارح قال لي انه لسه التفاصيل بيتم التفاوض عليها واثنين مليار من ليبيا بلا فوائد على خمسين احنا نتكلم في خمسة مليون مليار دولار حيرفعوا الدين الداخلي الى عفوا الدين الخارجي الى تلاتة واربعين فاصل تماما من عشرة مليار دولار الى بالاضافة الى ديون اخرى وقادمة في الطريق انت رأيك ايه في فكرة الاقتراض من قطر بالذات والاقتراض بهذا الشكل احنا مصر ما ينفعش تبقى دولة متسولة وده من العنوان الرئيسية اللي اتطلعها لخبراء الوطنيين في المؤتمر الاقتصادي اللي عقده تياري الشعبي لا يليق بمصر ولا يجوز لها ان تتعامل باعتبارها دولة بتشحت احنا فعلا عندنا موارد وامكانيات هائلة اذا كانت هناك ارادة سياسية وادارة كفأة ممكن ان تغنينا عن سؤال اللئيم او الكريم ايهم مين بقى اللئيم والكريم يعني بقى يعني ممكن بس ممكن نستغنى بس احنا عندنا ازمة سيولة للامانة يعني يعني عندنا ازمة سيولة كويس طيب انا بقولك ان احنا مش لعندي ناش فلوس نشتري وقود ولا صالر ولا وكهرباء حتى بعد السلف احنا يعني انا رجل مدرك ان ما عادش فيه فرصة لأي اقتصاد في العالم ان ينمو بمعزل عن يعني الاقتصاد العالمي او درجة من الاندماج فيه بس احنا عايزين نعمل الكلام ده بطريقة فيها ادراك لمصالحنا الوطنية فيها استقلال لقرارنا الوطني انا مش شايف الحقيقة في السياسات المتبعة في مصر الان اولا ما عندناش خط تنمية تكونت نقشت بنا كمصريين واتفقنا عليها ايه اسوأ حاجة في اللا خطة اسوأ حاجة ان هناك عشوائية وغياب للشفافية ولا يسق المصريين الفلوس اللي بنستلفها ديت واحنا اللي هندفعها وبتحملنا مزيد من الاعباء وبتحمل الاجيال القادمة رايحة فين هل هتحسن عشتنا هتخلق فرص عمل هتزود انتاجيتنا ولا هتتصرف على القنابل المسيلة للدموع وعلى حراسة موكب الرئيس على سبيل المثال احنا مش عارفين يعني ما اوجه الانفاق احنا اقترحنا على الصندوق بالمناسبة وانا لو احنا ممكن في الاستخدام وانا لو احنا اقترحنا كتيار شعبي وده موجه لحكومتنا بالاساس هاتوا لنا القارض ده اذا ما كانش فيه يعني شروط في الاستخدام طبعا اذا استوفينا الشرط الاول ما يدرش الفقرة ولا غلأ اسعار ونوزع الاربعة وتمانية عشر مليار دولار على مشاريع تكون انتاجية تخلق فرص تشغيل تحقق عدل اجتماعي يمكن ان نرد كل هذا القارض من عقدها وضربنا لهم مثالين ان احنا ندي هذا المبلغ للفلاحين المصريين اللي بيشكم البنك التنمية وللشباب في مصر يعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة وندنهم القرود بنفس سعر الفايدة اللي هي واحد واحد من عشر وبنفس فترة السماح اللي هي تسعة وتلاتين شهر تخيل انت لو وزعنا هذين ما يقربه من تلاتين مليار جنيه مصر تقريبا لو وزعنا هذا القارض على الشباب عشان في الصعيد وسينة والاماكن المهمشة والفلاحين على امتد مصر ياخدوه بواحد واحد من عشرة ويسدوه بعد تلات سنين وتلات تشر دي فكرة رومانسية قوية أستاذ حمدين في النهاية انا الرومانسية اه رومانسية جدا ايه 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 اللي مخليها هقول لحضرتك لانه دلوقتي هو بزنقة هو دلوقتي مزنوق انا مش بدافع عنه لكن بقول لك الوضع هو مزنوق ما عندوش فلوس تشتري صغر ما عندوش فلوس تشتري غاز ما عندوش فلوس تشتري أمح عندو مشكلة في سيولة انا بقول ان دي فكرة ممكن تكون الرومانسية دي مش شتمة بالمنازمة رشيد يعني بيوزن طيب انا لو خدت الفلوس كده لغلت على الفقرة حاجة وخليت مئات الآلاف من المصريين يعملهم مشاريع وهسد القرد من عائدهم ابقى انا عملت عدالة افتماعية وانتاج وفرص تشغيل واللي احنا بنقوله بقى على القرد ده هنقوله على بقية القرود احنا مش محتاجين قرود تسد عجز الموازنة ثم تنفق الموازنة بدون رقابة شعبية وفي مصارف لا نأمن ان تكون في مصلحة الناس احنا عاوزين نستلف نستلف يعني للضرورة طيب قبل ما اخرج بس هذا الفاصل تقييمك لفكرة ان الاقتراض معظمه من قطر وده بيمثل يعني الوقت القرود القطرية بتمثل حوالي 44% من الريزيرفز او الاحتياطي الاجنبي ده بيقلقك على الاستقلال القرار الاقتصادي والسياسي المصري الحقيقة الدور اللي بتلعبه قطر اصلا محتاج نقف قدامه بطريقة جدة لان هي بتشتري نفوز بالفلوس نفوز بالفلوس نعم يعني ده هل ده حقيقي على عرض الواقع انت لمسه اه اه طبعا الادوار التي تلعبها قطر وهي يعني هما جزء من امة عربية احنا بنفخر بالانتماء لها واخوتنا واهلا وسهلا وزا كانوا هما بيسدولنا جزء من دين لان مصر صاحبة فضل على كل العرب طويلا فيعني يشكروا يعني المشكلة مش في انهم يدفعوا المصر المشكلة الطريقة اللي بيدفعوا بيها تحسسك بانهم بيهنوا كرامتنا بصراحة المصري اه يحتاج لكن كرامته اهم من لقمته ما ينفعش ان قطر تدينا فلوس وتتخيل انها بتصنع القرار المصري انا اعتقد ان قطر بتمارس نفوز وهي لعب الدامس في مصر